تحديث اليوتيوب اللي احنا بنتكلم عنه ده هو يعتبر من أفضل تحديثات اليوتيوب لمنشئ المحتوى في 2024 وبتكلم لمنشئ المحتوى لأصحاب قنوات اليوتيوب فركز معي من البداية للنهاية ما تاخدش كده كلمتين من الانترو وتبدأ ان انت تخرج وتكتب تعليق من فضلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياربكم بخير ومسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب بالربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال ميديا خليني أوضح لك في هذا الفيديو تأثير التحديث الجديد اللي اليوتيوب أعلن عنه تأثيره على قنواتنا احنا كمنشئ محتوى هوريلك بشكل عملي وكمان هوضح لك إيجابياته وسلبياته وازاي ان اي حد عنده قناة على اليوتيوب يستفاد من هذا التحديث خلينا نوضح الاول يعني ايه يوتيوب يوتيوب يعني شركة اليوتيوب نفسها ومنشئ محتوى يصنع فيديوهات ويرفحها على منصة اليوتيوب ومعلن يضع اعلاناته على الفيديوهات الموجودة على منصة اليوتيوب ومشاهد يشاهد الفيديوهات الموجودة على منصة اليوتيوب بعض التحديثات اللي اليوتيوب بيعلن عنها بتكون لصالح منشئ المحتوى وبعض التحديثات بتكون لصالح المشاهد وبعض التحديثات تكون لصالح اليوتيوب نفسه وبعض التحديثات بتكون لصالح كل الأطراف الموجودة في منصة اليوتيوب لكن التحديث اللي احنا بنتكلم عنه ده انا بشوف انه هو رقم واحد لصالح منشئ المحتوى اللي هو احنا اللي هو اصحاب قنوات اليوتيوب ركز معاي انا مرضتش ان انا اتكلم عن التحديث ده لان هو طلع بقاله اكثر من يوم الا ما جربته الاول وهو ظهور البث المباشر في خلاصة الشورتس في خلاصة الفيديوهات القصيرة ركز معاي معاي حتى لو انتي او انت ما بتعملش بث مباشر مش بتطلع بنفسك في القناة هريحك بس تركز معاي لنهاية الفيديو زي ما انتم شايفين كده دلوقتي على جهاز الكمبيوتر دي قناتنا بشكل عملي اخر بث مباشر عملناه كان مدته ساعة ونص جايب 2700 مشاهدة البث اللي قبل منه جايب 1300 مشاهدة وده ما كناش بنحصل عليه من فترة طيب شوف البث المباشر اللي قبله كده اللي هو ده كان 500 مشاهدة يعني تخيل انت فرقة ده من 2700 ل500 مشاهدة طيب البث المباشر اللي هو ال40 ديئة ده كان فقط 40 ديئة وجايب 1300 مشاهدة ده بث مباشر بالطول زي ما انتم شايفين كده بالطول ما كانش بالعرض والبث المباشر برضو الاخير ده اللي هو 1700 كان بالطول اللي هو جايب 500 مشاهدة ده كان بالعرض وزي الفل تمام؟ ولكن ايه اللي حصل اللي حصل ان التحديث الجديد ان انت لما تعمل بث مباشر بالطول زي ما انت شايف كده يظهر في خلاصة الشورتس يعني خلاصة الشورتس ركز معي لو انت عمل بث مباشر على قناتك بالطول زي اللي احنا كنا عاملينه ده كده ففي مشاهد بيبدأ ان هو يفتح كده الفيديوهات القصيرة الناس بتعيشها الفيديوهات الشورتس زي الفيديوهات كده اللي هي موجودة على التيك توك والمنصات التانية فبيبدأ ان هو يقلب كده يدخل على الشورتس يدى يقلب فبيظهر الفيديو بتاعك هنا اللي هو البث المباشر بيظهر هنا في خلاصة الشورتس يبدأ ان هو يشاهد هنا تمام؟ يبدأ ان هو يشاهدك من خلال هنا تمام؟ هقول لك على المزايا والعيوب فطبعا ده بيخلي عدد المشاهدات يزيد جدا على الفيديوهات البث المباشر لو انت عاملها بالطول لذلك هو ده الفرق بين فيديو احنا عاملينه بالعرض وفيديو عاملينه بالطول ده بالنسبة للتشي قناتنا واحنا بنقدم محتوى تعليمي اللي داخل يقلب على شورتز ده بيكون داخل يعني مش عايز محتوى تعليمي اصلا احنا لو عندنا محتوى تعليمي اصلا او عندنا اهتمام بالتعليم في الوطن العربي كنا اصبحنا دول متقدمة ولكن احنا بنحاول بقدر المستطاع انت لو المحتوى بتاعك ليس تعليمي هيكون التفاعل معك احسن من اللي احنا بنعمله ده فبالتالي الفيديو لما يكون بالطول مش بالعرض بالطول تمسك الموبايل كده بالطول وتطلع بث البشر بالطول فبالتالي هو ده التفاعل موجودة هو التفاعل كويس طيب خليني اقول لك على حاجة الشخص اللي يدخل من هنا ده هيشاهدك ده ممكن ان هو لو عجبه البث المباشر يا هو ينطقل من هنا يضغط على قناتك وvousبدأ ينتقل لها يعني مثلا انا عجبني القناة ديت ارضى حاجة كويسة ابدأ ان اضغط على سورتهم تمام كده دخلت على الي قناة بنا بتاعته انا معرفومش على فكرة تمام بدأت ان انا ادخل على القناة بتاعتهم بعد ان انا بقت اشترك فبالتالي بيزد تفاعل معها تفاعل على قناتك ممكن اتخل يقلب في قناتك لفيديوهات اخرى موجودة على قناتك فبيزداد التفاعل على قناتك مهم جدا جدا تعال نشوف مع بعض بقى الميزة الجديدة اللي اليوتيوب اعلن عنها بيقولك امكانية العثور على خلاصة الشورتس بنتكلم عن البث المباشر بيقولك لو انت عامل البث المباشر بالطول أو بالعرض يعني عمودي أو افقي لو كان عمودي اللي هو كده يعني وقف كده الموبايل وقف بهذا الشكل ليس بالعرض فبالتالي امكانية العثور عليهاSave في خلاصة الشورتس اللي هو البث المباشر نعم هتظهر معك في خلاصة الشورتس لذلك كان فيه ناس دخل معنا في البث المباشر اصلا ناس جديدة فده هيجلب لك او هيجلب لك مشتركين جداد لخناتك بيقولوا دخلينك البث المباشر بيكتبوا ايه هو انت ظهرت له ليه لينا في خلاصة الشورتس والله ناس دخلين كده البث المباشر بيقولوا انت البث المباشر بتاعك ازاي ان انت خليته يظهر لينا في خلاصة الشورتس ولا اي شيء فقط البث المباشر عمليونه بالطول ركز معي بيقولك هنا امكانية التنقل فيها للعثور على المزيد من احداث البثة المباشر نعم بتكلم كل المزادة لو انت عامله بالطول الاعلانات المباشرة اثناء التشغيل وما قبل التشغيل الصراحة لما انت حد يشاهدك من خلال خلاصة الشورتس يعني مش هيجي منه ارباح مش هيظهر اصلا اعلانات اثناء التشغيل وما قبل التشغيل ولكن احنا حتى لو قناتك مفعالة ولكن احنا ليس هدفنا فقط هو ان انت يجي لك ارباح ده حد يجي لك جديد ما تستفدش منه من ناحية الارباح بس استفاد منه ان انت يجي لك مشاهدات على البث المباشر استفاد منه ان هو يعملك تفاعل في القناة استفاد منه ان هو هيشترك في قناتك طبعا موضوع اللي هو خلاصة الشورتس وظهور البث المباشر طبعا ده لو انت عملت عرض اول مش هيظهر ده فقط على البث المباشر وبرضه مش هيظهر لو انت عامل حدث المباشر التالي والاشتراكات الدعمة نعم يقدر ان هو يعملك اشتراكات دعمة يبدأ ان هو يعني ايه يتفعل معك من خلال اللي هو الاشتراكات الدعمة من خلال البث المباشر طيب يبقى انت دلوقتي لو بتعمل البث مباشر حتى لو هدفك الاساسي هو ارباح ايه المشكلة انا مثلا نفترض الطبيعي بتاعي ان بيحضر لي مثلا اربعين واحد على البث المباشر ده يعني ما اعمل البث مباشر بالعرض وباطلع اتكلم مع الناس الاربعين واحد ضمت انت تستفاد منهم بشكل كامل كاعلانات بتظهر لهم وكل شيء تستفاد ارباح وكل شيء طيب لما يجيلك مثلا كمان اربعين ولا خمسين واحد من خلاصة الشورتس حتى لو انت مش تستفاد منهم ارباح هم يجيلك منبرة ايه المشكلة ده حالة كويسة انهم يبدأ يدخل ناس جديدة لقناتك فانا شوف ان التحديث الجديد اللي هو خاص بظهور البث المباشر في خلاصة الشورتس هو تحديث مهم جدا ومفيد جدا لمنشئ المحتوى لان انت دلوقتي اليوتيوب بحاول يوصل منشئ المحتوى لاهتمامات الناس الناس مهتمية بشكل كبير بالفيديوهات القصيرة عايزين اللي هو ايه يعني اخطف وجري على طول فيديو دقيقة وقل بقل بقلب فالفيديو بتاعك انه يظهر امام الناس دي فده حاجة كويسة جدا جدا لقناتك على اليوتيوب فحاول تجربه انت مش تخسر حاجة لما تيجي تعمل بث مباشر اعمله بالطول مش بالعرض اعمله رأسي وليس افقي انتظرونا ان شاء الله في فيديو ازاي تعمل بث مباشر بالطول وازاي تزبط الاعدادات وكل شيء ان شاء الله ولما يكون جاهز هنحطه هنا في وصف الفيديو في التعليق المثبت وانتظرو ايضا فيديو اخر ازاي ان انت او انت تطلع بث مباشر بالطول علشان تظهر في خلاصة الشورتس بدون ما تطلع بنفسك بدون ما تطلع بنفسك خالص يبقى بث مباشر شغال وكأنه بث مباشر عادي ولكن الفيديو مسجل من اليوتيوب بدون اي تطبيقات خارجية بدون اي برامج خارجية ايضا لما يكون جاهز هيكون موجود في وصف الفيديو ده وفي التعليق المثبت وفيديو كمان اخر لو انت عايز تطلع من تطبيق خارجي لو انت عايز يستخدم برنامج ان انت تطلع منه بث مباشر ايضا لفيديو مسجل بدون ما تطلع بنفسك كل الفيديوهات اللي هي الخاصة بالفيديوهات اللي هي البث المباشر وازاي تطلع وتظهر في خلاصة الشورتس ان شاء الله بنجهز لها ولما تكون جاهزة وتتعرض على القناة بتكون موجودة هنا برضو في الوصف الفيديو ده وفي التعليق المثبت تحيتي لكم اعمل كده جولة في القناة هتلاقي كل الاشياء اللي تفيدك كمنشي محتوى واهم الفيديوهات موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك للشغل على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا انتظر رأيكم في التحديث الجديد في تعليقات هذا الفيديو في امان الله مع السلام